نروح لأخبارنا وهنروح لمنتخب كرة اليد اللي الجمع خلاص عشان أولمبياد باريش 2024 خلاص كل الفرقة الرياضية اللي توقفت نشاطتها منتخباتها الجمعت أولهم كان منتخب كرة اليد واللي استدعى ست لعيبة من النادي الأهلي مين هم؟ إبراهيم المصري أحمد عدل أحمد خيري أحمد الشامسيسة محشي رمضان عبد الرحمن فيصل والحقيقة القايمة ضمت عشرين لعب منهم طبعا ستة من الأهلي واربعة من الزمالك وعشرة محترفين من بره مصر منتخبنا هي لعب في اللونبياد في المجموعة الثانية مع منتخبات فرنسا الدنمارك النرويج الماجر أرجنتين مجموعة قوية يعني منتخبنا طبعا كان ساعة اللونبياد بعد فوزه بتوت أفريقيا اللي فاتت رقم ستة وعشرين وتلعبت عساد القائرة طبعا حدودكم فاكرينها كويس قوي وفوزنا في الفاينال على فريق طبعا أو منتخب الجزائر الفريق المحترم طبعا والمنتخب المحترم تسعة وعشرين واحد وعشرين ده كان فيه المباراة النهائية طبعا بإذن الله خلينا أقول لكم أن اللونبياد تكون في شهر سبعة القادم يعني أنت عندك النهاردة بتتكلم في أقل من شهرين احنا في آخر خمسة أقول في آخر سبعة القادم هو يا فعلا في آخر سبعة يعني بتتكلم في شهرين إلا ودي فترة كافية بس منتخب كرة اليد ما تقلقش عليه هو دايما بيستعد ودايما جاهز ودايما في حالة استعداد دائم طول السنة فبالنسبة له الشهرين دول هو رفع معدلات الاستعداد فقط إنما هو مستعد ومنتخب وجاهز زي ما قالت حدقوا عشر لعيبة محترفين جايين بإذن الله مع المنتخب مع ستة بس الحقيقة ستة ده رقم قليل من النادي الأحلي حقيقة يعني النهاردة حراسة المرمى كان لازم يبقى يعني على الأقل اتنين من عندك من حراسة المرمى موجودين يعني أنا مش متخيل إزاي مثلا يعني إبراهيم عامل موسم حلو جدا إزاي مش في المنتخب فالحقيقة يعني كان عندك لعب أو اتنين كمان يستحق إنهم يكونوا مع منتخب مصر ولكن مفيش مشكلة اللي جاي إن شاء الله بتاعنا ولعبتنا ديسة صغيرة في السن حراس المرمى الثلاثة فيصل وطه وعب ملعم الثلاثة محمد إبراهيم من آسف الثلاثة عمرهم صغيرة والمستقبل ليهم شاء من شاء وأبى من أبى